السلام عليكم ازيكا شباب عاملين اه رب تكونوا بخير مع انا النهاردة استعراض جهاز جديد من شركة سامسونج في الفئة الاقتصادية السامسونج اما اربعة وتلاتين فاي اف جي الجهاز اللي بيجي بمواصفات ممتازة جدا المقاررة فبالسعب الجهاز تم اطلاقوا مؤخرا في الهند وقريبا لباقي الاسواق العالمية فاخدنا في الفيديو ده نسلط الضوء على اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية قبل ما نبدأ نشترك في القناة ولاقتلي الفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة بغير اتأخير خلا نبدأ ونشوف مواصفات الاما اربعة وتلاتين فايب جي نبدأ مع بعض باستعراض محتوى ساندوء الجهاز زي ما احنا عارفين طبعا ان شركة سامسونج بيتحافظ على البيئة وما بتحط الشاحن داخل الساندوء فبالتالي احنا عندنا هنا دوب الجهاز ودبوس الشريحة وكابل الشحن وكتيبات التعليمات نيجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز في البداية الجهاز بيجي بوزن امتين واربعتاشر جرام وبسمك تمانية فاصلة خمسة هملة خمات الجهاز من البلاستيك بالكامل للضهر والفريم ومن الامام الشاشة السوبر اموليد اللي بمقاس ستة ونص بوصة فولتش دي بلاس وابعاد تسعتاشر ونص لتسعة وبتردد مية وعشرين هرتز وبسطوع بوصة لالف نتس وكسافة بيكسلات تلتمية ستة وتسعين بيكسل في كل بوصة وعلى طبقة حماية كورنين جوريلا جلاس فايف شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والالوان ممتازين لكن يعيبها النوتش الاديم نسبيا لو كانت جاية بسقب كده للكاميرا الامامية كان هيبقى افضل لكن جودة الشاشة كويسة جدا وزوايا الرؤية والتشبع والسطوع والالوان ممتازين على هزي الفئة السعرية الجهاز بيجي باندرورة تلاتاشر ومعالج اكسينوس الف امتين وتمانين معالج برق التصنيع خمسة نانوميتر وبتردد بوصة لاتنين فاصلة اربعة جي جي هرتز ومعالج رسوميات مال جي تمانية وستين معالج ممتاز في الفئة السعرية مش هتلاحز معاي مشاكل في الاداء تصفح تنقل بين التطبيقات حتى في الالعاب الخفيفة والمتوسطة هيقد بشكل مناسب والجهاز بيجي بنسختين من الرامو التخزين نسخة تمانية مع مية تمانية وعشرين ونسخة ستة مع مية تمانية وعشرين وامكانية تركيب كارت زاكرة خارجي وعندنا الجهاز بيدعم شرحتين بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجي بكاميرا خلفية بتلات عدسات العدسة لسية خمسين ميجا بيكسل فتحة عدسة واحد فاصلة تمانية زاويتها عريضة وبتدعم خاصية او تثبيت الصورة البصري كاميرا التانية تمانية ميجا بيكسل وفتحة عدسة اتنين فاصلة اتنين التروير بزاوية مية وعشرين درجة والكاميرا التالتة اتنين ميجا بيكسل فتحة عدسة اتنين فاصلة اربعة خاصة بتصوير الماكرو كاميرا بتدعى مواضل HDR والباناراما بتصور فيديوهات 1080x30 اطار وكاميرا السيلف 13 ميجا بيكسل وفاسعة 2.0 وبتصور فيديوهات 1080x30 اطار جهاز بيجيب سماعتين استيريو دعم المنفذ 3.5 ميلي الخاصة بسماعات الأزل واي فاي بصدار الخامس بلوتوس 5.0 جيب اس وحاد الاتجاه بالنسبة لبطارية الجهاز الجهاز بيجيب بطارية 6000 ميلي أمبيرو بتدعى مش شحن السريع 25 واط بصمة الجهاز مدمغة في زرار الباور سريعة ممتازة مقبولة جدا في الفئة السعرية ودعم المسك التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الأمامية سعر الجهاز نسخة ستة مع مية تمانية وعشرين متين وثلاثين دولار وسعر النسخة تمانية مع مية تمانية وعشرين متين خمسة وخمسين دولار لكن استعراض سريع لجهاز سامسونج بإما اربعة وثلاثين في افجي اتمنى في النقار بيكون الفيديو عجبكم اشترك في القناة ولايك للفيديو نشوفك على خير الفيديو الجاي سلام